دينا عبر تقنية المباشر على صفحة إذاعة ميديا فيسبوك بطبيعة الحل نستكمل النقاش معكم أستاذ دفري حول الأفكار الخاطئة وكيفية تمريرها عبر وسائل الإعلام طيب لدينا الكثير من المدخلات حتى لا نغضب المستمعين وأيضا مشاهدين ياسين يقول تعتبر وسائل الإعلام حلقة أساسية في مجتمعنا الحالي لذا يجب عليها التحلي بالمصداقية وعدم ترويج أفكار خاطئة تهدف إلى تدمير الفكر الإيساني بتأكيد وهذا ما كنا بصدد الحديث عنه في الجزء الأول من هذه الحلقة الشيء الذي يجب أن نفطن له هو أن هناك خطورة كبيرة من خلال وسائل الإعلام قد تستهدف الفكر وتقوم بعملية تخريبه وعندما نتحدث عن تخريب الفكر فنحن ربما قد نقوضه من أساسه هناك فكرة خاطئة يقال بأنه مثلا على أن الإنسان بإمكانه الكائن البشري بإمكانه أن يقوم بتطوير نفسه بنفسه لا يمكن أن يقوم بتطوير نفسه بنفسه إذا كان منعزلا عن باقي الناس وباقي المكونات المحيط إذن فهو يطور نفسه بنفسه انطلاقا من علاقاته مع الناس ومجودة هذه العلاقات نعم من علاقته وهذه العلاقات هي التي تعطيه إمكانية لتطوير ذهنه وللتأمل في محيطه والتعمق في مكونات الحياة والوجود والطبيعة وربما يطرح أسئلة فلسفية عميقة كما طرحها جميع الفلسفة والمفكرين والعلماء الذين ساهموا معنا الآن في بناء حياة في الحقيقة هي فيها كل ما هو جميل لكن في نفس الوقت ربما قد يتحول هذا الجمال إلى نوع من الرداءة والقب